ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وأن عليه التوجه إلى المجلس الجماعي المكلف بالعملية إلا أن الشاب لم يستسغ كلامهما ودخل معهما في جدال استشاطة بعده غضبا فأصيب المقدم بضربة على مستوى فمه وكذا المخزني بعد ذلك السلة المعتادية المشبه فيه شفرة حلاقة وقام بتنزيق جسده داخل الملحقة ووفق المصدر ذاته فقد حلت دورية للشرطة وتمكنت من اعتقال الشاب واقتياده إلى مخفر الشرطة والسمع إليه في محاضرة رسمية في انتظار كلمة القضاء في حقه فيما تقدم العون والمخزني بشهادتين طبيتين مدة العجز فيهما تبلغ 21 يوما نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية